اشتركوا في القناة حلو كتير واخيرا رح نسافر لازم ضروري رد عم يتصلوا من هولندا تعرفي شو هاد خليني قل لك هاي مخدرات هاي بتسمم الناس وبتقتلهم يعني تعاطية وبيعة بيعتبر شريمة هاي المخدرات كانت بشنتاية فاطمة رح ارجع زكرك كولبيري اصحك تنسي اللي حكينا فيه وسبب الوحيد لمساعدتك انه حاطط عينه عليك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة كنت عملت كذب علي ليش عملتي هيك غولبيري لا انا ما كذبت عليكي ليكي تعرفي شو هاد هاد الدواء تبعي واقع الغطة باع العلبة ونكب الدواء يعني لا انا مخدرات ولا شي وبعدين انا ما قلت لك غولبيري انه ما الي علاقة بالمخدرات ابدا بس انتي معك حق شكيتي فيني بسبب هداك وبعد اللي حكالك يا شوشلك عقلك غولبيري معقول ان فكرة اني ممكن اقذيكي هو عم يعمل هيك مشان يبعدني عنك معقول مشايفة بس لا تاكلهم رح اوفي بوعدي لإلك وسفرك لبرة ورح يصير عندك حياة جديدة ورح تكوني بعيدة عن اللي اسمه امير وحتى بعيدة عن عميك ما رح سافر كيف؟ معقول سدتي كلام هداك؟ وعم تكذبيني إلي معقول غولبيري؟ تفضل جاك هاد الظرف ابني هاد البسبور؟ يمكن مشي حال الفيزا بصراحة ما شفت اليوم ابدا بيجوز تكون بغرفته شو يعني ما رح تسافري غولبيري؟ لأ رح تسافري لكي غولبيري حطي عقلك براسك تمام؟ ما بدك تجي معي لحتى تكوني حبيبته لهالزلمة؟ مو أن اللي لازم تخافي منه غولبيري هو؟ شو سيتي شو اللي عمله فيكي؟ من أول ما جابك وهو حابثك هون نيتو بس إنه يخلص مني غولبيري فهمي؟ هو ما بده يتركك معقول ما عم تشوفي؟ غولبيري؟ فهمي علي ما بصير تبقي هون؟ صدقيني اللي عم تعمليه غلط كبير؟ هاي جواز سفري والفيزا جاهزة رح يضل معي خبرتك كل شي عن وضع فاطمة وما رح أمن إبعثك معه من أول ما جابك وهو حابثك هون ونيتو إنه يتخلص مني أنا هو ما رح يتركك معقول ما عم تشوفي؟ مantoينة الكامل ترجمة نانسي قنقر